ايه اللي بيضيع الكلام ده جماعا؟ ايه اللي ممكن يضيعلي الحب ده او يضعفه او مبقاش موجود اه اسمعوا معاي حد صار تقوي حد قاسي تباعه حدة تباعه جديدة طرف ما بيعرفش يستوعب عشان كده دايما انا بقول ايه بقول هو مين اللي يعمل مين اللي يستوعب الراجل ليه ليه انا بجيب دليل على كل حاجة عشان ما عادش يدوش تجاي على الرجالة والرجالة يزعى لا صدقني ولا انت الراجل وانت صاحب القوام انت تستوعب ليه بصوا بصوا ليه استوعب قاسي خلقناها منين من ضلع خلقة السيدة حواء من ضلع سيدنا دي انا وضلع ضلع لجنب القلب ضلع لجنب القلب عامل كده بيعمل ايه محوط علي جواه حافظ علي جواه عامل كده محافظ علي جواه وجاي بكيرف كده عشان ايه عشان المرأة تبقى جواه اه هو عامل كده عليها شفتوا الامر عامل ازاي فهو اللي يستوعب هو اللي لكن حد ما بيعرفش يستوعب الاخر امر طبيعي المرأة المرأة ما ينفعش ليه ما ينفعش يا صاحبة لستعبعيني بفعظة من الاوات اللي بصواب العيال والبيت والدنيا بس بيجي وقت لما شوفك انت محتويني ياه تشيل الدنيا تشيل الدنيا ليه المرأة عاطفية نقطة كده تلاقيك رفع مزاجها فوق في السماء مرة تانية داشت صف شجرة ولا حيكلمني حادش يكلمني ولا حد له دعوها بي ولا حد له علاقة بي فالاستعب ده نقطة مهمة وانا دايما بقول راجل انت اللي عليك الامر ده استوعي طبطع احتوي مش انت اللي مأموس الراجل اللي بتقمس ده مصيبة عشان طالع ليه لنا في العصر الايام ده الراجل القمس ده حاجة كرسة جدا يعني ستت ماشي قد تتقمس ماشي ولا قلنا علاجاتها لكن هي عاطفية في امر طبيعي تزع مين يحتقى الراجل لكن الراجل يتقمس ويتعمل ولا لا 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 هو صحيح خيرهم من يبدأ باستلام واللي صاحب منبضرة بس مش كل مرة لكن ساعة المشكلة مين يستوعب الراجل طيب يبقى اللي بيضع في الحب حد قاسي في المعاملة طبقه حد واتحكش وأموره وقف كده مفيش ليونة ولا مرونة ولا كلمة طيبة محدش بيستوعب التاني ركزوا معاي في القصص دي أو حد مشغول قوي حد مشغول قوي بالدنيا والعيال والأكل على الجري الأولاد أو مش عارف ايه أو زوجي عند الوقت والله يعني كنا نقول ايه الأول الزوجي مشغول في حاجات شغله ويجيب لقم تنعيش لعياله ومش عارف ايه والمسئوليات وهكذا دلوقتي الأزواج بيشتكوا أنا زوجتي مش لقيها طلع أقولك بتعملش حاجة غالب وانعارف هي فين وكذا وكذا بس أنا مش لقيها أنا مفتخدة أنا مفتخدة وانا مش عارف اعصر عليه طلع هنا شتتها جهدها في كل مكان ماشي ماشي بدنك عليك حق وزوجك وأولادك وبيتك وكل الأن والأولويات والدعوة والمسجد والأخوات والدنيا والعمل المجتمعي والعمل التطوعي والعمل الخدمي تمام بس أنا ولله أولوية أخيات أنا ولله أولوية بيتي وأولادي وزوجي ثلاثة فكون إن الزوج يشتكي إن أنا مش موجودة ده يضع في الحب يا ده هو كمان نفس الكلام طالع بره وسايب وعمل وأهم حاجة أنا باقي أنا تعباه أنا عايز أنام أنا مش قادر أنا كفاية علي أنا مش عايز واش هتبتدي أنا طيب ما ده غلط برضو أو الأعباء تقولك إيه وما أنا وصلت للطبع الحد أنا فيها النقطتين الأولى والتالتة اللي أنت قلتها يا دكتورة أنا عندي طباع حد وعنيفة وبعمل وبزعق وكذا ليه؟ لأنها معبأة معبأة بالضغطات فلما تضغط عليها وعليها وعليها والأولى يدو تروح وتيجي وكذا وما فيش حد بيسحب ما فيش حد ساحب منها أي مسئولية ولا مخفف عنها أمر طبيعي تقولك حب إيه اللي أنت جايد حب إيه حب إيه بتتكلمه في حب إيه خلينا أشوف مشاكل البيت والأولاد والدنيا ومفضياء هو يفضل بقى يفضل الحياة بقى يفضل الشات وإنما كاشع رؤي الجوال أين كان بقى يفضل حاله بقى غلط بقى ده بردو ده بي موت الحب يضعفه